لم يمارس هذا الثعبان موهبته في السم عند دخوله هذا البيت في السليمانية إنما تحورت العلاقة إلى صداقة حميمية بينه وبين كيوان كاميران العشريني الأمر وصل حد تخصيص بيت لمجموعة ثعابين منها الخطير ومنها الأليف غير السام في بيت كيوان هواية يمارسها كيوان غير مقتنع بأنها حيوانات خطيرة فهو يراها من زاوية مختلفة أيضا على أنها جميلة ومميزة من أصول بلجيكية وألمانية وإفريقية كلها تجتمع في أحضان الشاب العراقي في السليمانية الذي أطلق عليه لقب هاوي الثعابين بدأ كيوان مسيرة البحث عن الثعابين وأنواعها غير السام ليعيش معها منذ 2013 وعلى مدار سبع سنوات وصل العدد اليوم إلى ثلاثين ثعبانا غير السام يراقبها ويعتني بها يطعمها ويوفر لها ما تريد حتى بات بيت كيوان مكانا يرتده المعجبون لالتقاط صور مع الأفاعي كما هي الفائدة التعليمية التي قد يحتاجها البعض من عالم الثعابين المخيف عند معظم الناس وعلى ما يبدو أن كيوان لا يأبه بقول الشاعر لا يغرنك من الثعبان ملمسه إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا